اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ومرحبا في حصة جديدة من حصص اللغة العربية مع تناول التذوق الفني سندرس إن شاء الله أسلوب الاستفهام أولا الاستفهام الحقيقي وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما وقت السؤال عنه أي هو كل استفهام يراد منه جوابا محددا وللاستفهام أدوات عديدة تختلف فيما بينها من حيث النوع والوظيفة أدوات الاستفهام تنقسم إلى حروف وأسماء والحروف هي الهمزة وهل مثال ذلك هل يتألم الحيوان أكاتب أنت أم شاعر نجد أن هل والهمزة سألنا بها فهي حروف استفهام أما الأسماء فهي كما نرى من ما متى أيان أين كيف أن كم أي مثال ذلك من قاد المسلمين في حطين كم طالبا في الفصل يخرج الاستفهام عن حقيقته ويسمى استفهام مجازي يخرج لأغراض عدة والاستفهام المجازي أو الاستفهام الذي خرج عن حقيقته وهو النوع الثاني من الاستفهام هو كل استفهام خرج عن معناه الحقيقي أي لا يراد منه جوابا ولكنه قصد به غرضا بلاغيا يفهم من سياق الكلام وقراء الأحوال ونستخدم هذا الاستفهام لأغراض منها النفي والتعجب والتقرير والإنقار والتشوق خلت ذلك نبدأ بالنفي قال تعالى فمن يهدي من أضل الله هل هنا نريد جوابا محددا أم أن المعنى هو لا أحد يهدي من أضل الله من يضلله الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يهديه فالمراد هنا هو النفي الغرض الثاني التشويق حينما تقول الجدة لأحفادها سأحكي لكم اليوم قصة طوفان ثم تسأل أتعرفون ما الطوفان؟ هي لا تريد جوابا ولكنها تريد أن تشوق الأولاد للقصة التالية فالاستفهام في المثال جاء يحمل تشويقا وترغيبا للمخاطبين في معرفة أمر جديد عليهم الغرض الثالث التعجب قال تعالى وقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هم يتعجبون أن الرسول بشر مثلهم يمشي في الأسواق ويأكل مثلهم ويقضي حاجتهم مثلهم فهم غرضهم في هذا الاستفهام هو التعجب يعجبون من كون الرسول بشرا مثلهم والغرض الرابع التقرير وقال تعالى على لسان فرعون وهو يحاور موسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا ولا بست فينا من عمرك سنين ففرعون يريد من موسى عليه السلام أن يقر أنه تربى في بيت فرعون يريد أن يقر موسى بتلقى الحقيق وليس يريد أن يجيب على هذا السؤال الغرض الخامس قال الشاعر أترك إن قلت ضراهم خالد زيارته إني إذا للئم الشاعر يتساءل وينكر على نفسه أن يترك زيارة خالد بسبب قلت ضراهمه أي بسبب فقره لو فعل ذلك إنه للئم فهو ينكر على نفسه ذلك الشاعر ينكر على نفسه أن يترك زيارة خالد لقلت ماله وضراهمه الغرض السادس وهو التمني وذلك إن صح وضع ليت بدلا من أداة الاستفهام وذلك للدلالة على أن الشيء مستحيل الحدوث قال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا فالكافرون يوم القيامة يسألون فيقولون هل لنا من شفعاء فيشفعون لنا وهم يعلمون أنه لا جواب لسؤالهم ولكن هذا للتمني يتمنون في ذلك الوقت أن يكون لهم شفعاء يشفع لهم المشرقون يوم القيامة يتمنون شيئا مستحيلا وهو شفاعة شافع لهم للتدريبات هذا الجزء ميز بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام المجازي فيما يلي الجملة كيف حالك؟ هذا نوع حقيقي لأنك تريد إجابة أتريد الحصول على المركز الأول؟ مجازي تشويق فأنت تشويق أي إنسان لابد أنه يرغب في المركز الأول فهذا سؤال لا يريد جوابا ولكن للتشويق هل حضر مدير المدرسة؟ هذا حقيقي لأنك تريد جوابا هل لنا عودة إلى الصغر؟ فهذا ليس حقيقيا ولكنه مجازي في رتمني إلى أن يمكنك أن تضع ليت مكان هل هنا السؤال الثاني حدد الغرض البلاغي من الاستفهام فيما يلي قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا غرض التمني قال تعالى هل أدلهم على تجارة تنجيق من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وهو التشويق قال تعالى ألم تعلم بأن الله يرى وهو يفيد التقرير إن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء تبع السؤال قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأشواء؟ في الأسواب الغرض التعجب أتأكل في نهار رمضان وقد نهاك دينك دينك عن ذلك؟ فهذا للإنكار لأنك تنكر على من أفطر في رمضان في نهار رمضان ذلك لذلك نأتي إلى نهاية هذه الحصة ونتمنى لكم وقتا طيبا إن شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا